نتابع النهاردة الفريق اول محمد زاكي القائد العام وزير الدفاع والانتاج الحربي يشهد تنفيذ مشروع مراكز القيادة الاستراتيجية التعباوي المشترك زو مستوين سيناء 6 وايضا بحضور الفريق اسامة عسكر رئيس اركان حرب القوات المسلحة وقادة الافرع الرئيسي وعدد من قادة القوات المسلحة ثم بعد ذلك فاصل واستقبل ضيفي الكريم الاساز عادل زيدان عادل زيدان احد المستثمرين في المشروعات المصرية القومية نتكلم على مستقبل مصر وعدد كبير وغرب الميني وعدد من المشروعات نعرف التجربة تجربة الاساز عادل زيدان والاساس مار النهاردة بيتم الزايف مجال الزراع شاهد الفريق اول محمد زاكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والانتاج الحربي تنفيذ مشروع مراكز القيادة الاستراتيجية التعباوي المشترك ذو مستويين سيناء 6 وذلك بحضور الفريق اسامة عسكر رئيس اركان حرب القوات المسلحة وقادة الافرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة تضمن المشروع عرض تقارير القادة من مختلف التخصصات بما يضمن تنفيذ المهام المخططة بكل دقة وكفاءة ونقل القائد العام للقوات المسلحة تحيات وتقدير السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الاعلى للقوات المسلحة لرجال القوات المسلحة وتقديره لما يبذلوه من جهود وتضحيات لحماية الامن القومي المصري على كافة الاتجاهات الاستراتيجية كما ناقش عددا من القادة المشاركين بالمشروع في اسلوب تنفيذهم لمهامهم والتعامل الامثل لمواجهة المتغيرات المفاجئة اثناء ادارة المشروع وفقا لتخصصاتهم المختلفة مشيدا بالاداء المتميز الذي وصلت اليه هيئات القيادة على كافة المستويات وطالبهم بالحفاظ على جهزيتهم لمواجهة ما يوكل اليهم من مهام لحماية ارض مصر الغالية